موسيقى 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 لم يتحدث أكسين الموسيقى موسيقى نهاية لكما تطير في السيارة الموسيقى منكم المهمة معتصر في الطيلوند من أسياء موسيقى موسيقى لأنه الفيزا الأمريكية رائعة صعبة أكيد الممتنين سيكونون ستالون أرلوند ستاةام واقعي لا سيكون سيفن سيغال و جاكيشان لأنه لا يزوج في الآن لا أعرف الشعب لأن الكاسسينغ من شهر ثلاثة 2021 سيكون كل يدخل كل يدخل هذا كما قلت لك فيلم تكريمي أول واحد فيهم جون كلود فاندام شرف لي أنه سيفت لي عيد ميلاد لأنه النجم كبير الثاني هو بيل جولد بير معروف دي الكاتش دافيد جيف دافيس آخرين كان كوتر اللي لعف إكسباندابل اللي غيفتح دي الفورصة اللي غن ندخل الفيلم كان كان جارنين كان كنتمت الأفلام دي الأكشن كان زارك مارك زارور كان مارك زارور كان يلعب مع بويكا اللي در واحد دور دي الكولومبي في الجزء الثالث كان دوبلور دي جون كلود فاندام كان أندي يونج والمخرج اللي كي لعب ده أفلام مع جاكيشان كان مارك اللي لعب دور مع بويكا اللي كي قمر بيه في الفيلم في القيصة كان دي كايو معروف و أكبر مارسيال دي لوي تشونك في العالم يعني كينين بزاف لشو مثلا فيديو غدا يكونوا بزاف دي الأشخاص معروفين في الأكشن في أمريكا الشعور دي ليه هو أنا غادي نفرح لأنه علاش لأنه ماشي سهله باش إن شاء الله ليس خر الله تنتمنى ونحمروا الجمهور المغاربة كامل نحمروا ليوم وجاههم وبالردال يرضى علينا ومالجمهور كامل نتمنى ونعطوه أكثر في الفيلم ونعمل غير مثلا كومباس أو فيقيراسيو أو هز الكابلين أعطيه المساعد مخرج فلعبت في الفيلم شعرف لي أني الاسم دي يكون جينيريك في الفيلم دي الإكسباندابل لأنه هذا فيلم تكريمي دي الجميع الفنانة دي الهوليوود اللي كي لعبوا الأكشن كذلك المغاربة إذا كان ونعمل غير أماكن أنا اللي أعلم في المهارين وكانين مغاربة تبرك الله كان ساعد تقماوي كان محمد قيسي كان ساعد باي كان رافق بوبكر كان أناس الباز كان على مدى عمل فيه وليسي لم أدشاهد أكيد سنكون كاسكادور قد يستعمل أمريكي وقد عملت في أفلام أمريكيات التي تواجدتها في المغرب وقد عملت مع محمد قيسي كثيراً وقد عملت معه كثيراً في العروض للأكسيون تستطيع فتح لك فرصة وقد يقول لك من صغيرة لكبيرة تستطيع فتح لك فرصة أنا في الأولى كنت أقوم بعمل الأكسيون أستاذ كنت أقوم بعمل الأكسيون في المغرب فأقلبتها كوميديا ومع العين لا أستطيع كوميديا فأنا لا أفكر أن نقوم بعمل الأخراج لأنه وراء الطيب صديقي الله يرحمه وقالوا لي كنت أقرصهم وقالوا لي أن أقرصهم لأنه في هذا البلاد يجب أن تقوم بعمل كل شيء غير ما تقوم بعمل الأشياء التي تؤدي الناس لدي أمال للأخراج ليس التمثيل إذا عرفت رأسي ممثل فاشل فالأخراج حصل لها وقال مرحومة توريا جبران الله يرحمها مسكينها كانت في حلو والدة ديالي وسميته من أكثر أقرب فنانات التي هي مسكينها سيدة المسرح عونت شباب عونت اسمته مغاربة وأشاطي نقول لك توريا جبران قائدة المسرح والسيدة المسرح لا تعوض لأنه السيدة كانت ممرة في المستوى التقافة المغربية هزت بالرأي المرأة المغربية فالسيدة عمرنا ما نساوها وهذه كانت في حل الأم ديالي وأمي فنيا لأنه كما كانت خالتي توريا جبران لأنه فتحت لي فرص أنا لا أعرف سواء في مهرجان سواء معنويان لا تقلع يعني كانت عزيزة وعمرني ما أنساها وكان شكرتها العائلة اللي هي واخدت وفاز مسكنان الله يهرحمها في هذا النار ما تخلوش يعني العائلة ضروري كتكون وحد العدوة مور الشخص اللي كيكون حنين مي هاد الناس هادو تبارك الله عليهم اللي هم أبو سهل يعني بقوا تقربوا مني مساكن فقروا لي احنا مع مرنا ما غنسوك لأنه عارفين احنا كانت خالتي كانت عزيز عزيز اللي أنت اشتركوا في القناة هذااني wy� Khaleed hi Khaled i'm D-KU kal'id nazer the man of love mol dakhta so اشتركوا في القناة